وأهلاً بكم مشاهدينا إلى حلقةٍ جديدة من مدار الغاني موسيقى موسيقى تحلق الأخبار في مدارات نقرأ واقعها ونتعمق في تفاصيلها ونستشرف ما قد تفضي إليه من أحداثٍ وتطورات وفي حلقة اليوم نتابع تحقيقات إسرائيل في هجوم السابع من أكتوبر لا تزال رهن التجاذبات السياسية والعسكرية فهل يخشى قادة الاحتلال مساءلةً بالداخل توازي ملاحقةً بالخارج؟ السلطة الفلسطينية ومهددات وجودها فهل تقوى على البقاء؟ أم تتحمل إسرائيل كلفة انهيارها؟ موسيقى أهلاً بكم ثمانية أشهرٍ مرت على أحداث السابع من أكتوبر ولا هدوء تعيشه إسرائيل بل على العكس تزداد اضطراباً وتصدعاً على وقع خلافاتٍ وتجاذباتٍ تتفاقم مع كل يومٍ من عمر الحرب المستعرة على قطاع غزة حالٌ تؤججها اتهاماتٌ متبادلة بالمسئولية الأمنية عما وقع في ذلك اليوم ومخاوف من الانزلاق نحو مساءلةٍ داخلية توازي أخرى تتعلق بمحاسبةٍ دولية لقادة دولة الاحتلال كيف تمكن فلسطينيون من اختراق الجدار الخرساني الشاهق والوصول إلى مستوطناتٍ وقواعد داخل غلاف غزة؟ هذا لا يزال أكثر الأسئلة تردداً في إسرائيل لكن الإجابة عنه أرجعت حتى الآن على وقع خلافاتٍ حول التوقيت الأمثل للتحقيق فيما جرى الآن أم بعد انتهاء الحرب؟ رئيس الوزراء بن يمين تنياهو يسعى إلى سحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر من رئيس المحكمة العليا على أن يتولى الرئيس إسحاق هرسوغ تشكيل هذه اللجنة وهو ما رفضه الأخير مصادر مقربة من رئيس الحكومة كشفت أن نيتنياهو يعتقد أنه من الممكن المضي قدماً في إنشاء لجنة التحقيق الرسمية لأن قدرتها على التسبب في ضررٍ سياسيٍ له ستكون محدودة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال طالبت نيتنياهو بتشكيل لجنة تحقيقٍ حكومية في هذا الشأن معتبرةً ذلك أفضل وسيلةٍ للتعامل مع المخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي إلا أن مسؤولاً في مكتب رئيس الوزراء حذر من تلك المطالبات التي وصفها بالسياسية بل قال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى إسقاط حكومة نيتنياهو والليكود يتوازى ذلك السجال السياسي والقانوني مع انقساماتٍ داخل المؤسسة العسكرية حول الوضع نفسه إذ وجه ضباط انتقاداتٍ شديدة لضباط هيئة الأركان ورئيسها هيرتسي هاليذي لعدم استقالتهم بعدما أعلنوا تحمل المسؤولية عن الإخطاق الأمني في عملية طوفان الأقصى يتي ذلك في وقتٍ أعلن جهاز الأمن العام الشابات بدأ تحقيقاتٍ داخلية في وحداته بجبهة الجنوب المكلفة بغلاف غزة خلال تلك الأحداث وكذلك فيما يتعلق بعمل الجهاز خلال الحرب إذن التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر يبقى بعد ثمانية أشهرٍ رهن تجاذباتٍ سياسية وعسكرية يسعى من خلالها كل طرفٍ إلى تجنب المحاسبة والعقاب حتى وإن أبدى تحمل بعضٍ من المسؤولية واستخلاصه العبر لعدم تكرار طوفانٍ جديد كالسابع من أكتوبر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والسياسي والامني والعسكري انه هناك فيه فشل استخباري وفشل عسكري وفشل سياسي لكن على المدايات الثمان الشهور الكاملة كان هناك استعدادا من كافة المسؤول العسكري والامنيين حتى مستويات سياسية سابقة بتحمل المسؤوليات باستثناء رئيس الوزراء نتنياو نتنياو لا يعتقد ويرفض ان يتقبل بانه هذا فشل استراتيجي الفشل الاستراتيجي يتعلق بالمستوى السياسي كوضر رئيس الوزراء هو الذي يقود هو الذي يوجه الاوامر وبالتالي اذا عملنا مقاربة بما حدث في 6 اكتوبر سنة 1973 استمرت الحرب لمدة 19 يوم انتهت في 25 عشرة 1993 بعد 40 يوم من توقف الحرب تم تشكيل لجنة جرانات بثلاث قضاة واثنين جرالات عسكريين ورؤساء اركان سابقين و14 شهر حينما صدرت تقرير جراناتي التي يؤكد على تحمل المسؤولية المستوى السياسي والعسكري ولكن المقاربة الذي نتحدث عنها ان هناك مسؤولين سياسيين بما فيها طبعا رئيس الوزراء في تلك المرة حلق قل دمئير قدم مستقالاتهم قبل نتائج التحقيق هذه الكريزمة القيادية في تلك المرحلة هي غير موجودة في شخصية نتنياهو لذلك نتنياهو يحاول طوال الفترة ونحن تابعنا التصريحات التي تحاول تحميل المسؤولية للمستوى الأمني والعسكري في الفشل الذي حصل في 7 أكتوبر بغد النظر عن تقييمنا نحن نقيم بمهنية بموضوعية بعيدا عن فلسطينيتنا أو ماذا حصل نقول انه اي دولة تتعرض لهذا الفشل بالمستوى الاستراتيجي وجب عليها أن تشكل لجنة التحقيق عموما رئيس الأركان هليفي شكل لجنة التحقيق في 5 يناير وكان فيه هجم سياسية من المين المتطرف عليه وتصدى لهذه الهجم من حوالي 169 قائد عسكري جنرال سابقين من أجل الدفاع عن هليفي من حقه أن يشكل لجنة التحقيق العسكرية تناقش ما حصل في المستوى العسكري رئيس يعني كمان أيضا عضو مجلس الحرب وهو جانتس أيضا في تقريبا 26-5 قدم نقترح لتشكيل لجنة التحقيق حكومية رسمية لسكرتير الحكومة وحتى الآن لم يتم كشف هذه الورقة ولماذا تم إقفاءها خلال مجلس الحرب أو حتى في المستوى السياسي نتنياهو يرفض تقديم أي نعم نعم وضحت الفكرة فيما تقول أنتقل لسيد مولوري ضيفنا من منتانا إذن هل هناك شيء تخفيه إسرائيل اليوم عن العالم بعد الإجماع إسرائيليا دعنا نقول على أن هناك إخفاقا سياسيا وعسكريا واستخباراتيا وقع في السابع من أكتوبر تسبب ذلك في حدوث عملية طوفان الأقصى نعم سعيد جدا أن أكون معكم وأحيي ضيفك والمشاهدين أظن أن الأمر واضح جدا أنه كان هناك خطأ على المستوى الأمني ومستوى الاستخباراتي والتي جعل من حماس قادرة أن تخترق كل هذه الحواجز وإن حماس كانت تتضرب على ما فعلته في السابع من أكتوبر قبل أن تفعله بالفعل ولذلك فإن هؤلاء الذين يتصدرون القيادة في إسرائيل من الواضح أنهم قد أخفقوا بشكل كبير في إسرائيل هناك الكثير ممن يعتقد أن نتنياهو قليق للغاية من استمرار هذه التحقيقات كما ذكرت ذلك مجلة التاينز من قبل إن هناك الكثير من التهم الأخلاقية التي قد تقدم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي لذلك فالذي حدث في السابع من أكتوبر كان واضحا أنه فشل أي أحد سيقول ذلك ليس هناك ريب وأننا وجدنا أن هناك أكثر أو حوالي مئتين تم أخذهم كرهائي ومحتجزين أليس ذلك فشلا إننا نرى أن هناك عجزا في القدرة الإسرائيلية لحماية نفسها إذن عجز وفشل إسرائيلي في حماية نفسها سيادة اللواء أنتقل لك بما ذكره السيد مولوري فيما يتعلق بهاتين النقطتين هل جلب ذلك مزيدا من الفشل الاستخباراتي في سياق الحرب المستعرة والمستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي بالنظر إلى الأهداف المعلنة من قبل إسرائيل أقي حازم خلينا أكد على كلام الضيف بأنه نعم هناك في فشل استخباري وأيضا فشل استراتيجي تتحمل مسؤوليته المستوى السياسي الأول وأيضا القيادات الأمنية والعسكرية لأنه هناك كانت محاكاة لأكثر من مرة بفيديوهات علنية للتدرب من قبل قوات القسام على هكذا عمل وبالتالي كان فيه انظرات مبكرة لكن المستوى السياسي الذي هو يمثل رئيس الوزراء كان يعتقد بأنه دعم حركة حماس وإدخال الأموال وبقاء الانقسام الفلسطيني أولوية بالنسبة له أكثر من أمنه الداخلي وأمن بلده كما نتذكر ونذكر الجميع بأنه 39 أسبوع ما قبل عملية 7 أكتوبر 23 كان هناك مظاهرات واستنفارات ويشارك فيها عدد كبير من ضباط الإحتيار ويستنكرون الفعل الذي تقوم فيه الحكومة الأمين المتطرفة باتجاه القوانين وتغيير المحكمة ودور المحكمة والتعدي من السلطات التنفيذية على السلطات التأيضان القضائية ولذلك هو يتحمل مسؤولية بهذه الأجواء بعد ذلك بعد الحرب بعد ما انطلقت الحرب الحرب انطلقت في اليوم التالي استمرت تقريبا 20 يوم قصف جوي وهذا ممكن يكون فيه أي سلاح جو في العالم يستطيع أن يدمر كل البنى التحتية للأعداء بين مزدوجين لكن بعد ذلك تدخل البر الذي نصحته الإدارة الأمريكية والقيادة العسكرية المارينز ألت له الدخول البر سيكون فاقم الأوضاع وستدفع ثمن غالي واستفيد من تجربتنا في العراق إلى آخره لم يستمع وصار في قطة الدخول البري كان الفشل أكبر من فشل 7 أكتوبر لسبب أنه هناك نوع من العماء يعني الأمني ولم تجد لديهم معلومات لا يعرف مقدرات الأعداء بين مزدوجين مقدرات الفصائل ولا نوع السلاح ولا نوع الإمكانيات ولا قدراتهم على التصدي ولا حتى أيضاً الدخول الاستراتيجي الأنطاق لا يوجد لديه لا يعرف الأنطاق لا عددها ولا طولها ولا ارتفاعاتها ولا ممكن يتحرك في إجواء من هذه الأجواء ودخل وقاتل والآن لديهم 145 يوم وتكون بالأمس ليلاً عملي خلف خطوطهم في منطقة الثمانية واربين هذا ليس فشلاً أمنياً فقط هذا فشل استخباري استراتيجي بمعنى لا يمكن أن يقاتل حتى الجنود بدون خطة لنهاية الحرب حتى نتنيه لم يقدم لجيشه يعني بمعنى ما هي الأهداف الاستراتيجي الذي يريدها التحقيق في هذه الحرب حتى بعد ذلك تتوقف اليوم التالي الحرب مش معروف للجنود وبالتالي بقاتل بدون ما يعرف بطريقه بنظر لما تقول هل تعكس هذه الإخفاقات اليوم ضعفاً هيكلياً في المنظومة الاستخباراتية أم أنها نتاج لعوامل مؤقتة وظروف غير متوقعة في قراءتنا أيضاً لنظريات الأمن القومي لا أي فيه فشل أولاً بالنظرية بمعنى نظرية الأمن القومي تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية بالدرجة الأولى هو الحرب الاستباقية والذي قام بالحرب الاستباقية الكتاب القسام وأيضاً تقود المعركة على أرض العدو القسام هو الذي انطلق في المنطقة الأخرى ودخل في منطقة غلاف غزة كمان أيضاً موضوع التوقيت العمليات الذي لا يستمر أيام أو شهر الآن 145 يوم وهي غير مجهز جيش الاحتياط أن يستمر بهذا العمل عموماً لو أحنى المستمعين إلى تقرير صحاك بريك مراقب عام الدولي وهو الجنرال وما قدموا قبل الحرب وما بعد الحرب وحتى قبل أسبوع يقول الجيش البرى لدولة الاحتلال غير جاهز الخوض معركة برية لأنه أصلاً لا يتدرب على هكذا حروب واعتمدوا بالفتر الأخير بالسنتين الأخيرين على الجيش الرشيق والسريع وقليل العدل وعلى سلاح الجو بحرب غير متناظرة مع مليشية عسكرية لا أعتقد أنه يعني يمكن يتم تحقيق الهدف كما يحقق لو حارب جيش إلى جيش آخر نظامي لذلك أعتقد الفشل الذي يجده اليوم في جبهة غزة قد يجده في جبهة لبنان أو أي جبهة أخرى ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يقاتل على عدد جبهة سيد مولوري أنتقل لك فيما ذكر كيف تفسر التعامل الحكومي الرسمي الإسرائيلي مع هذا الملف هذا ملف معقد وحساس للغاية ما حدث في السابع من أكتوبر لم يحدث في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحداث السابع من أكتوبر كما تبعناها كان هناك هجوم على مستوطنات غلاف غزة بعد ذلك أسر لمجموعة كبيرة من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين وحتى الآن تحتفظ بهم الفصائل في قطاع غزة التعامل الحكومي الآن بعد سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية كما أشار ضيفنا قبل قليل من رام الله أنا أعتقد أن الأمر واضحاً أن هناك فشلاً زريعاً في القيادة الإسرائيلية كما ذكرت منذ قليل فوجدنا أن عدداً قد لقى حدفه الكثير تم أخذهم كمحتجزين من قبل حماس هذا دليل على الفشل الإسرائيلي لكنني أعتقد أن الدخل الإسرائيلي ينظرون إلى قيادتهم على أنهم ليسوا قادرين على حماية إسرائيل ولا على تحقيق أهدافهم إننا وجدنا أن هناك خطة وضعت الحكومة ولكنها لا تستطيع أن تحققها ووجدنا رئيس الوزراء نتنياهو يحاول أن يضغط على الوزراء ويضغط على الحكومة من أجل تحقيق أهدافه حتى لا يخسر موقعه في هذه الحكومة وأجلانت أيضاً لديه موقف قوي بين الإسرائيليين وهو يحاول أن يصلح من الأمر قدر المستطاع وهناك كثير من الأهداف التي يود الوصول إليها أعتقد أن ذلك تم ذكره في الكثير من المجلات لذلك فأعتقد أن هناك بعض الإنكسامات في صفوف الحكومة الإسرائيلية وأيضاً أعتقد أن نتنياهو يحاول التأثير على الكثير من الأحزاب داخل الدولة الإسرائيلية وأيضاً يحاول أن يجمع حوله الكثير من الحلفاء حتى لا يخسر موقعه وأعتقد أيضاً أن بعض الأشخاص مثل بن جبيل يختلفوا مع الجميع لا يريدوا وقف إطلاق النار ويتعنت في ذلك وأعتقد أن له تأثير في الحكومة الإسرائيلية نعم الأمر معقد للغاية على المستوى السياسي الأمر معقد للغاية على المستوى السياسي ولكن على المستوى عسكري هناك تهرب من المسؤولية كما نتابع تصريحات بعد السابع من أكتوبر كانت واضحة نتنياهو أعلن أن الفشل استخباراتي لم تسلم له تقارير تتنبأ بما جرى أيضاً على صعيد الجيش هيئة الأركان إضافة إلى العديد من القادة السياسيين في إسرائيل صرحوا في هذا الإطار مع ضرورة أن يكون هناك تحقيقاً فيما جرى لكن الضغط الآن من داخل المؤسسة العسكرية على ضباط هيئة الأركان العامة ورئيسها بسبب عدم استقالتهم بعد الإخفاق في عملية طوفان الأقصى سيد مولوري هل ينجح هذا الضغط على القيادة العسكرية في تقديم استقالاتها باعتقادك أعتقد ذلك أعتقد وبكل صراحة أن هناك ضغط كبير وأعتقد أن ناتنياهو يحاول أن يخفي الكثير من الخلافات ووجدنا أن حماس استطاعت أن تدخل إلى القلب الإسرائيلي ولا أعتقد أن ناتنياهو سيستطيع أخفاء الفشل الذي حدث أعتقد أن أعتقد أن الأمر يتعلق بالمسؤولية بالنسبة للمستوى العسكري فأعتقد أن الكثير من الكثير من القادة العسكريين لن يستطيعوا أن يقدموا استقالتهم فالأمر خطير فالأمر خطير الآن في غزة وأعتقد أيضا أن هذه التحقيقات سيكون لها مغزة ولكن لابد من جمعي على الكثير من المعلومات وإذا تم استقالتهم فإنهم يعلنون أنهم المسؤولين الأساسيين بكل تأكيد بانتظار تحقيقات يمكن أن تفتح وأرجعت التحقيقات إلى ما بعد الحرب بعد انتهائها كما تشير بعض التقارير والبعض الآخر يتحدث عن تحقيقات تجري داخليا دون الإعلان عنها لكن نذهب ختاما في هذا النقاش إلى سيادة اللواء محمد المصري ضيفنا من رمالله سيد المصري تبعنا معا بكل تأكيد لوتار الغلاف هذه الوحدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة التي أنشأها الجيش لمنع حدوث السابع من أكتوبر مجددا على حدود قطاع غزة هل ستنجح هذه الوحدة فيما فشلت به فرقة غزة قبل ثمانية أشهر؟ يعني أنا أعتقد كان في عملية بالأمس والمعلومات العلانية الواضحة فقط من جيش الاحتلال تحدثوا عن مجموعة عسكرية فلسطينية من أربع أفراد دخلت في منطقة غلاف غزة من منطقة كرم أبو سالم في أحد المستوطنات وتحدثوا عن مقتل ثلاثة ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد منهم هذا بحد ذاته قضية الرضع والحسم لم تمر وبالتالي ما زال هناك في إمكاني للدخول ولكن هل هي هناك أحنا أمام عمليات بمستوى 7 أكتوبر؟ بالتأكيد لا لكن المعارك التي تشهدها قطاع غزة بغد النظر عن مستويات القوة والبين الطرفين للفصائل الفلسطينيين من جانب وقل جيش الاحتلال من جانب أخر نحن نتحدث عن 145 يوم في بقعة جغرافية لا تزيد عن 360 كيلومتر مربع بمعنى أن تلاقص الدبابة إذا من الشرق للغرب من شرق جدار غزة إلى البحر تقعد 11 كيلومتر إلى 12 كيلومتر لحد الأقصى وبالتالي ممكن تقطعها بقلال دقيقتين ثلاثة لكن الآن نظرهم حتى يتقدموا 300 متر يأخذوا أيام ورأينا ما حصل في معسكر جباليا ورأينا ما حصل في بيت حنوب الأول أمس ورأينا أيضا ما يحصل في رفح ست ألوية تقاتل في رفح والآن فشلت فشلا دريعا لأنه لم أيضا يحقق أي شيء من القضايا المعلنة لكن عموما نعود إلى هذه الكتيبة بالتحديد كما هو الآن يشكل جيش الاحتلال يعني أفرع لقواته بدعم المستوطنين ويعطاهم أوامر بالتحرك في الضفة الفلسطينية للدفاع عن المستوطنات حتى لا تحصل في مستوطنات قريبة من طول وكرم كما حصل في قطاع غزة عموما الحل الوحيد أمام جيش الاحتلال هو المخرج السياسي والقتال العسكري في الميدان لن يحقق أمن واستقرار لإسرائيل دونما أن يكون أمن واستقرار للفلسطينيين وحتى لو طلت الحرب فترة طويلة لن تصل دولة احتلال إلى أمنها إلا إذا تحققت أيضا حرية الفلسطينيين بقيم دولته الفلسطيني المستقلة من رمالله الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيادة لواء محمد المصري شكرا جزيلا لك والشكر موصول ضيقنا من منتان نائب مساعد وزير الدفاع أمريكي سابقا السيد مايكل مولوري شكرا جزيلا لك برنامج مدار الغد متواصل معكم وفيه بعد الفاصل السلطة الفلسطينية ومهددات جهدها فهل تقوى على البقاء أم تتحمل إسرائيل كلفة انهيارها أهلا بكم مجددا في مدار الغد من الداخل والخارج تنهال التحذيرات على نيتنياهو وحكومته من تداعيات تشديد الخناق على السلطة الفلسطينية تحذير وصف بالاستراتيجي وجهه الشاباك للقيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل من أن إجراءاتها على مدار السنوات الماضية وآخرها احتجاز أموال عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية تنذر بانهيار الأخيرة اقتصاديا وماليا يوازي ذلك تحذير من الجيش للحكومة من أن استمرار قطع التمويل قد يدفع الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة حتى الحليف الأبرز لتل أبيب واشنطن حذرتها من مواجهة تأثير سلبي هائل إذا انهارت السلطة فهل تلقى كل هذه التحذيرات صدا لدى الحكومة الأشد تطرفا في إسرائيل وما مآلات انهيار السلطة سياسيا واختصاديا وعسكريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يمكن تحليل التحذيرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وفق التحذيرات كذلك مساء الخير لك والضيوف والمشاهدين فيما يتعلق بهذه التحذيرات في الواقع هناك مؤشرات كبيرة على تضعضع وضع السلطة وعدم قدرتها على الاستمرار وفقدانها السيطرة جزيا على عدد من مناطق الضفة الغربية وتفكك بعض الأجهزة الأمنية خاصة أن هناك عدد من عناصر الأجهزة الأمنية خرجوا للعمل في سوق القطاع الخاص بسبب عدم قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها وخاصة دفع رواتب الموظفين هذا بالإضافة طبعا إلى تأثيرات ضعف السلطة على القطاع الخاص وكافة قطاعات المجتمع الفلسطيني خصوصا وأن هناك شركات قامت بتزويد السلطة بمستلزمات كثيرة ولم تعد السلطة قادرة على استرجاع أو عادة هذه الأموال وبالتالي الوضع في الضفة الغربية يعني يجعل السلطة الفلسطينية على حفة الانهيار وهذا الانهيار يؤدي في نهاية المطاف إلى فوضى بكل معنى الكلمة فوضى أمنية فوضى سياسية فوضى اجتماعية وهذا ما يهم إسرائيل في الواقع أكثر من أي شيء آخر الشباك والأجهزة الأمنية والجيش يخافون من انتشار الفوضى في المناطق الفلسطينية والعودة إلى الانتفاضة الثانية بانتفاضة جديدة مسلحة ترهق إسرائيل وتضعها في مازخ شديد خصوصا وبعد حرب غزة وبعد انتقال نوع من التقنيات العسكرية والتطور في أداء المقاتلين الفلسطينيين واضح ابقى معنا سيد العجرمي سيد مشارقة انتقل لك الممارسات الإسرائيلية تضع السلطة على حافة الانهيار في تحليل السيد العجرمي للتحذيرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لكن من وجهة نظرك سيد مشارقة هل هذه التحذيرات تعكس بالفعل قلقا إسرائيليا عميقا للوضع الآن في الضفة الغربية قطاع غزة والتحذيرات من فوضى محتملة يعني يجب أخذ هذه التحذيرات باعتبارها تمثل جزءا من المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لكن يجب أخذ المسألة بكليتها بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية والتأثير الطاغي بمعنى أن البرنامج الذي ينفذ الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس هو برنامج سموتريتش المعلن منذ العام 2017 هو عملية يعني لا يقبل بوجود سلطة فلسطينية مع تصفية الوجود السياسي إلى الفلسطينيين ومع وإلى الأبد قيام دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية عام 67 بالتالي هو منهج الدولة الآن مجد الحكومة الإسرائيلية بكليتها وهذا ليس مفاجئا ولا يستطيع بمعنى الضغط والذي يقول أن هناك تيارات بإسرائيل لديها وجهة مضة أخرى أنا بقول أن التيار الحاكم والمتحكم له بمقالير السلطة والسياسة بإسرائيل هو مع هذا التوجه الذي لا يريده أم دولة فلسطينية ما الذي يريده إذن إذا كان لا يريد السلطة الوطنية الفلسطينية البعض يتحدث أنه حتى بالتنسيق والتعاون الكامل بين السلطة وإسرائيل وفق اتفاق أسلو إلا أنها تبقي نوعا ما من سيادة فلسطينية حتى لو كانت شكلية أنا برأيها حتى هذه السيادة الآن بادت معرفة لدى الطاقم الحاكم في إسرائيل بأنه ليس أكثر من حكم ذاتي بوجود إسرائيلي طاغي بمعنى أمن إسرائيلي طاغي على المناطق المحتلة وبالتالي لا حديث عن دولة فلسطينية ولا بقاء في المنظومة السياسية الإسرائيلية الحاكمة الآن لدولة فلسطينية ولا لسلطة فلسطينية حتى لو متعاونة وبالتالي هي الأزمة التي بتعنا يديرها الآن لاحتلال كي يصل إلى هذه النتيجة نيتنياهو قال مع بداية الحرب بعد 7 أكتوبر سنقوم بإجراءات ستغير وجه الشرق الأوسط ماذا يعني ذلك؟ بمعنى يجب أن تنبيهين أن المسألة ليست من قبل تزيد في الكلام أو بمعنى الأغراض الشعبية أو الأغراض الشعبية بالشارع الإسرائيلي بل هي الآن برنامجا حكوميا حتى لا نبقى دائما إذن برنامج الحكوم الآن هو إسقاط السلطة الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني كما نتابع سياسيا وأيضا على صعيد للسيطان وفي قطاع غزة الحرب المستمرة ودخلنا الشهر التاسع في أنتقل لك سيد محمود بن سلم تحدثنا كثيرا عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة لكن في ضوء ما ذكره الضيفان من رامالله ولندن ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجتمع الدولي في منع انهيار السلطة الفلسطينية ومنع إشعال وقود وفتيل انتفاضة فلسطينية جديدة هل يرضي الدول العربية انهيار السلطة على الرغم من التحذيرات اليوم إسرائيليا وأمريكيا من انهيارها؟ لا أعتقد أن الدول العربية مطالبة من خلال جامعة الدول بضخ أموال إلى السلطة الفلسطينية لإنقاذ الموقف الحالي وعدم الاعتماد على إسرائيل خلينا نقر أن احنا أمام حكومة غير عاقلة يمكن أن تفعل أي شيء ومن اليوم الأول نحن نقول أنها ليست حرب ضد حماس بل حرب ضد فلسطين بشكل واضح بدليل عدد الشهداء أيضا في الضفة الغربية وعدد الهجمات الموجودة في الضفة الغربية فعملية انقاذ السلطة الفلسطينية عملية تقع بالمقام الأول على كاهل الدول العربية التي يجب عليها أن تسدد بعض المبالغ أو تدفع بعض المبالغ للسلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها ناحية مواطنية في الوقت الحالي لكن أيضا يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لأن كما قلت لك نحن أمام حكومة غير عاقلة ممكن أن تفعل أي شيء ما تفعله في غزة هو نوع على مدى 8 أشهر ونوع من أنواع الجنون هذا أصبح باعتراف العالم كله وباعتراف كبريات الدول أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وليست مجرد حرب وحدث في كل الانتهاكات حول إنسان وكل الانتهاكات للأطفال سيد مسلم فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية هل الأزمة فقط مالية أم الأزمة أكبر من ذلك أزمة شرعية ووجود للفلسطيني على أرضه حتى لو كان يعني نسبة الأراضي في الضفة الغربية التي تقودها السلطة الفلسطينية ليست بالكبيرة مقارنة باتفاق أسلو بعد توقيعه وبعد كل المحاولات الإسرائيلية لإنهاء الوجود الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية لا يعني طبعا السلطة الفلسطينية جزء أساسي وهي المعبرة عن الإرادة الفلسطينية الإرادة الفلسطينية كليا ليس الضفة الغربية فقط وبدليل أن السلطة الفلسطينية متواجدة في كل الفعاليات العربية وكل الفعاليات التي تخص الدول العربية وأي حوار حول سلام دائم أو حل شامل أو عادل بيتم من خلال السلطة الفلسطينية لكن هذا أيضا لا يمنع أن يجب عن السلطة الفلسطينية أنها تطور من نفسها لم يكن أداء السلطة الفلسطينية قبل 7 أكتوبر لا يجب أن يكون الآن بنفس الأداء وإلا يبقى عندنا مشكلة لأن ما جرى على الأرض أكبر بكثير مما يتم التعامل معه كما كان يتم التعامل معه قبل 7 أكتوبر وبالتالي السلطة الفلسطينية محتاجة تطور من ذاته نعم إذن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى تطوير أدائها سيد العجرم أنتقل لك بما ذكره السيد مسلم والحديث عن موقف السلطة يعني التحذيرات هي تحذيرات إسرائيلية وتحذيرات أمريكية ومن قبل الاتحاد الأوروبي من بعض الدول في الإقليم من تداعيات هذه الخطوة لو تمت ضمن السيناريوهات المتشائمة لكن موقف السلطة الفلسطينية هل هو قوي؟ هل هذا ما يحتاج الفلسطيني من القيادة في رمالله في ردها على كل هذا التغول الإسرائيلي حتى على رأس الهرم السياسي؟ في الواقع إسرائيل تمارس عملية تدمير منهجي لكل مقومات الدولة الفلسطينية وعلى رأسها السلطة الفلسطينية ولكن يجب أن نوجه أن نقضي لأنفسنا السلطة الفلسطينية تعاني من مشكلات جوهرية بحاجة إلى إصلاح جذري في كل مؤسساتها نحن بحاجة إلى وحدة وطنية شاملة نحن بحاجة لتجديد مؤسساتنا وعادة بنائها بشكل يؤهلها لمرحلة قيام دولة فلسطينية يعني يجب أن نفعل عكس ما يريده الاحتلال وإلا نبقى ننتظر ما سيتقول له السياسة الإسرائيلية وهذا ما لم تفعله السلطة حتى الآن سيد العجرمي؟ تمام تمام يعني مطلوب عربيا ودوليا إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية هي قامت بالإعلان عن نوايا للإصلاح ولكن للأسف لم ينفذ أي إصلاح جدي لماذا؟ لمصلحة من المستفين من أن السلطة لا تطور أداءها لا ترقى لحجم الفعل الشعبي لا ترقى لمواجهة هذه التهديدات لمصلحة من؟ يعني الأمر تهديد السلطة ليس وليد اليوم هو وليد تراكمات سياسية عسكرية وإجرائية إسرائيلية منذ سنوات نعم أعتقد أن لدينا مشكلة في تكلس النخب السياسية الفلسطينية هي بحاجة لتجديد بحاجة لعادة انتخابات بحاجة لمرجعية وطنية أشمل وأوسع بحاجة للقضاء على بعض مظاهر الفساد وسوء الإدارة والترحل بحاجة لسلسلة طويلة وأعتقد أن حتى برنامج الحكومة يتحدث عن إصلاحات في كل هذه القطاعات ولكن للأسف لا يرى المواطن الفلسطيني تنفيذا حقيقيا لهذه الإصلاحات ولا يرى العالم أيضا بما في ذلك الدول العربية التي تريد أن تمنح السلطة الفلسطينية تمويلا ضمن شروط معينة بالتالي يجب على السلطة الفلسطينية أن تستجيب لمتطلبات المرحلة لمواجهة الاحتلال أولا وأخيرا وثانيا لإرضاء الشعب الفلسطيني وإقناعه بأن هذه السلطة الفلسطينية تستطيع فعلا التعبير عن حاجات ومطالب الشعب الفلسطيني غير أنها سلطة شرعية لا تكفي أن تحظى بالشرعية لتكون مقبولة سيد مشارقة سيد العجرمي طرح نقطة غاية في الأهمية هناك تكلس لأن نخب السياسية الفلسطينية السلطة بحاجة إلى تطوير أدائها السيد مسلم قبل ذلك تحدث عن تطوير أداء للسلطة لكن هل بالفعل هذا ما تعانيه السلطة اليوم أم أن الأمر أكبر من ذلك هناك من لا يريد أن ينضي قدما في خطوات إصلاحية تطالب بها دول أوروبية تطالب بها الولايات المتحدة تطالب بها دول المنطقة يعني أنا أوافق سيد العجرمي عندما قال أن هناك تكلس وهناك دينايل إنكار للواقع عمليا بالتالي هناك سنخبة سياسية هناك قيادة سياسية باتت معزولة عن شعبها ولا ترى المتغيرات ولا تتفاعل معها العالم يطالب السلطة الفلسطينية الآن بإصلاحات لكن من هو هذه الإصلاحات أنا براهي هناك خارطة طريق موجودة بين يدي الجميع ويعلموها العرب ويعلمها كل يعنيم الشعب الفلسطيني وهو تشكيل حكومة فلسطينية خارج المحاصصة الحزبية وتعد البلاد واحد من أجل إعمار غزة واثنين من أجل إعداد البلاد بعد سنتين ثلاث سنوات انتقابات تشريعية ورئاسية وكذلك بمعنى تسعى إلى تسويق من خارج هذا النادي السياسي بمعنى أن كل هذه الفصائل كل هذه الفصائل عليها أن تدعم هذه الفترة الانتقالية ولا شرعية لأحد يجب أن نعتد بذلك أو أن نقبل بذلك لا شرعية لأحد خارج عملية الصندوق الاقتراع ما والبعض يقول أن تم تشكيل حكومة جديدة سيد مشارقة وفق المتطلبات هذه حكومة شكلت ذات ليل لا توافق وطني عليها وشكلها رئيس وأبنائه يجب أن نسمي الأمور مسمياتها هذه ليست حكومة إصلاح ولا يمكن الإصلاح نقطة أخرى يعني السيد من القاهرة وأنا يعني أحترم ما قال أنه على العرب أن يشكلوا يعني مظلة أمان للسلطة لماذا يتحمل العرب مسؤولية بمعنى أنه إخراج الإسرائيل من مأزاقه هو يدمر هو يضعف هو ينهي عمليا سلطة فلسطينية يدمر غزة بكلياتها ثم نقول على العرب أن يقدموا المساعدة في الاستمرار هذه الحالة بمعنى أنه على العرب أن يوظف وثق الإسرائيلي وحماقته وجنونه لذلك دون دون وجود تصور إذا لم يفعلوا ذلك سيتهم العرب بأنهم لم يدعموا الفلسطينيين في ظل هذا التغول الإسرائيلي في ظل هذا الصلف في ظل إنهاء الوجود الفلسطيني سياسيا وشعبيا حتى سيد مشار أنا أعتقد أن النقام العربي سواء كان في اجتماع السوداسية من جدة أو في اجتماع من أهم تقريبا قال لكن للأسف اللغة الفلسطينية لأنه يبحث عن الشكل وليس عن الجوهر جوهر القصة الآن التي وقرت إلى الشعب ولا العالم أيضا لن ندخل بمعنى إنقاذ المشروع الإسرائيلي في تدمير الموضوع الفلسطيني من أجل أن ننتنياهو يعني نريحه بمعنى أنه دون حل آضح ودون أفق لحل بمعنى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خارج التفاوض وخارج العملية السياسية واحد واثنين أنه في مدة زمنية بعد 2026 27 أن يكون هناك حل بضمانات من المتحدة ومنسل الأمن دون ذلك لماذا يسعى العرب لإنقاذ المشروع الإسرائيلي الذي يعيش الآن معزقه وذروة معزقه واضح يعني أنا أقول أنه عكس يقول بأنه الفلسطيني لأنه في وضع صعب أنا أقول الإسرائيلي في وضع أصعب مشروعه بالكامل بأي إلى الحاق سيد مسلم أنتقل لك كيف ترد على سيد مشارقة فيما ذكر يعني حتى لو كان هناك دعم مقدم من الدول العربية للسلطة الفلسطينية يجب أن يكون هذا الدعم بشروط الإصلاحات المطلوبة وأن يكون هناك وضوح في التعامل مع الشعب الفلسطيني واختيار من يمثله كما أشار قبل ذلك السيد العجرمي الرؤية العربية اليوم التي يجب التوافق عليها لدعم القيادة الفلسطينية ما هي من وجهة نظري؟ من وجهة نظري أن السلطة الفلسطينية والأطراف الفلسطينية كلها لديه عليها عيب كبير إذا ما كرر نجحت أمريكا في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب خلال الأيام القادمة لأنك أنت هيبقى عندك إعادة عمار غزة هيبقى عندك الإشراف على غزة وإدارتها تشكيل حكومة تطوير السلطة هيبقى عندك عباء كثيرة جدا تحتاج إلى كوادر تحتاج إلى سلطة أكثر شبابا تحتاج إلى أفكار جديدة تحتاج إلى التحامل ما أؤكده أن إدارة فلسطين ما قبل سبع أكتوبر يجب أن تختلف ما بعد سبع أكتوبر لأنها متغيرات كثيرة جدا وخاصة يجب استثمار التعاطف الدولي الكبير الذي تم خلال الفترة الماضية مع القضية الفلسطينية وبالتالي أنت أيضا محتاج ناس تتفاوض مع إسرائيل على حل شامل وعادل خلال الفترة المقبل طيب أنتقل لسيد العجرمي مجددا ضمن السيناريوهات هل إسرائيل سيد العجرمي الآن ماضي في مخططها بالفعل إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية ولو كان هذا السيناريو مرجح اليوم بالنسبة لك وبالنسبة لجمهور عريض من السياسيين هل تتحمل إسرائيل كلفة هذا القرار في دقيقة في الواقع نعم في الواقع الحكومة الإسرائيلية في حالة ضياع أنشينا هي تدمر حتى مشروع الحركة الصهيونية داخل إسرائيل الذي تقوده في قطاع غزة والضفة الغربية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير إسرائيل وبالتالي نحن أمام مجموعة من المعاتي يقودون دولة خلافا لكل العالم أصبحت منبوذة وأصبحت دولة تمارس جرائم الحرب والإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني وكل سلوكها هو مناخذ لكل الشرائع والقوانين الدولية حتى أنها ستوضع على قائمة القائمة السوداء كدولة تعتدي أو تنكل بالأطفال بالتالي إسرائيل لم تعد تأبه لشيء وبينكفير واسموتريتش يأخذان الحكومة إلى اللا معقول يعني إلى نهاية ربما تكون أفضل نهاية ونهاية عملياً للدولة الإسرائيلية سيد مشارقة إذن مجموعة وصفها سيد العجرم بالمعاتيه من تقود اليوم إسرائيل في توجهات هذه الشخصيات وتعاملها مع الفلسطينيين بهذه الدموية أنت ما الذي تراجحه؟ هل تتحمل إسرائيل بالفعل كلفة البديل عن السلطة؟ في دقيقة أنا في تقديري ما تحدث به الخلاصة التي خرج بها السيد العجرم دقيقة تماماً أن إسرائيل في مرحلة فقدان التوازن وفقدان العقل حتى بالتالي يجب أن نغفل أي من الخيارات التي يمكن أن تقدم عليه إسرائيل وسيتحمل العالم والمنطقة كلها نتائج هذه السياسة بالتالي يجب أن لا نرفع من التداول قطايا تبدو وكان غير ممكنة مثل إنهاء السلطة الفلسطينية مثل الترانسفير الجماعي لشعبنا في غزة كلها أمام هذه الحكومة غير العاقلة وبلا عقل يمكن أن تقدم على على كثير قضايا بمعنى سنرى ذلك في الأيام القادمة أنا برأي أن إسرائيل يعني كل احتمالات معها مفتوحة وعلى الجانب الفلسطيني نستعد لأصعب الخيارات ما فيها حتى يعني إنهاء السلطة الفلسطينية أشكرك جزيلي الشكر من لندن مدير ملكة سقدم للسياسات سيد محمد مشارقة من رمالة كان معنا الوزير الفلسطيني الأسبق سيد أشرف العجرمي ومن القاهرة عضو مجلس الشيوخ المصرية سيد محمود مسلم شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكراب نهاية مدار الغد لهذا اليوم شكرا لكم على كرم المتابعة المنتقى غدا في ذات الموعد هذه تحية حازم زميلي دوما في أمان الله اشتركوا في القناة